اشتركوا في القناة حيث انهرت منازل في المنطقة واهتزت مبني اخرى في مناطق مجاورة وقال المركز الوطني لرصد الزلازل ان الزلزال المدمر وقع عند الساعة 11.47 دقيقة مسام بتوقيت الماحلي وبلغت قوة 6.4 درجات ويعتبر هذا الزلزال والذي وقع اليوم في النيبال بدولة الهند الأكثر دموية منذ سنة 2015 عندما توفي نحو 9000 شخص جراء الزلزالين في الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا وأدى الزلزالا إلى تحويل مدن بأكملها ومعابد عمرها قرون ومواقع تاريخية أخرى إلى أنقاذ ودمر أكثر من مليون منزل مما كبد الاقتصاد 6 مليارات دولار اشتركوا في القناة